أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها لاستهداف مصفات تكرير البترول في الرياض بمسيرة مفخخة ومحاولة استهداف ميليشيا الحوثي مدينة جازان بطائرات مسيرة وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاعتداءات الإرهابية الآثمة على المنشآت الحيوية والعيان المدنية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تستهدف أمن إمداد الطاقة في العالم وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليات واتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم وجددت وزارة الخارجية موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لمواجهة الأعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين وحماية منشآتها الحيوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر